حسن البلان قلت تركي آل شيخ بالمسرحية ليش بلاء على طلب قوة طلب تركي موافقة كانت موافقة من ساعة المستشار وحيي على رحابة الصدر وفاجأنا في دخل أول عرض ما كنا ندري نوارتها فالتقليد كان طبعا بو علي مو من شي يديد عليه التقليد هو مبدل كان مع الفنان ابو حسين حبيبي الفنان داود حسين كانوا متعولنا في التقليد فلما قلده احنا ترى تفاجأنا قلنا له لا تقلد بالبروفا ما أنا بنشوفك لو سبحت هو قال صح أنا ما نقلد بالبروفا بس بعرف وين ديش وين شدي عشان احنا كنا نسجده بنشوف لبنضحك عنا هاتم مرثلين في نعيش اللحظة مع الجمهور ديش متنا المشية السريعة وهذا واتفاجأي اللحية سواها وطلع من المشهد ديش علي أحمد العونان فجأة لاحظوا الجمهور بو ناصر بو ناصر قلت سين ورجع حسن ما عندها خلاص مرة واحدة وانت رحت قلت له قلت له طويل عمر حسن هو الأقل لدك عبدالله النصار طبعا مبدع الإضاءة راح على طول السبوت عليه هو كان بيطلع في الطريق وقف خلاص وشتحيوا الجمهور قلت له طويل عمر والله ما ليش قلت له البلام العونان قال له ابو ناصر ترى البلام ما عرفه ومسحت رقمة نهاية العونان وتغبل وردت فعل كانت جميلة والتقليد كان فيه مكانة وما كان فيه إنقاص من قدر هذا التقليد كانت فكرته نبين للناس حجم التعب اللي قام فيه هذا الرجل خلال تتكلم ستة شهر أو خلال ستة سابيع ولا ناسي فترة كثيرة جدا عمل فيها المسرح ستة سابيع وعمل فيها البوليفارد وعمل فيها التفاصيل ايه قياسي ايه يعني وقت قياسي حتى فلوسك بالشمس وكعد بالضلال بالضلال قاله شنو فاحنا كان أمالة من باب التقدير ومو من باب نحن الكويت لا فلوس ولا شمس ولا ضلال لا كل شيء الله كريم هذا الكلام اللي قلتها هذا حد يسمعلي قبل شوك قلتها لا يسمعوني ما شاء الله الله يسمع منك فيه آراء تقول تقليد حسن بلام حيك تركي الشيخ كنوع من مسح الجوخ لا لا أبدا ما بحاجة ما هو بحاجة اللي يمسح جوخ هذا بحاجة هذا عنده مشكلة مقادر يعرض محد ملقي وي عمسح جوخ بس حسن البلام ما هو بحاجة عشان يظل فيه ناس تقولك عشان يظل على الحقر لا 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 هذا اتفاق بينه وبين المستشار تركي آلشيح الناس شافت جديد الناس ما تدري ان هذا اتفاق بينه وبين تركي آلشيح أنا وضح لا موافقة من موافقة تركي آلشيح يعني أمسح الجوخ عشان ييبني أو ما ييبني اليوم علاقة الشخصية جدا جميلة ما بين ساعدة مستشار تركي آلشيح والدليل المهرجانات اللي تحصل في الرياض قاعد ييب الفنان حسن البلام قبل التقليد قدم العيد الوطني وقدم مهرجان اللعبين كأس العالم اللي كانوا يعيين اللعبين كبار فهو حسن نجم حسن ما يحتاج يمسح جوخ هو الموضوع بعيدا كله وحمد الله احنا ما عندنا في خلاقياتنا هذا التوجه احنا يعني تعودنا وتربينا ان احنا نكون ناس واضحين وصريحين ومحن بحاجة ان نمسح جوخ كلنا ما تكلم حتى على العسن ما عندنا هذا الفكر وهم هناك البساطتهم وتقديرهم والله ما يخليك تمسح جوخ ولا يخليك تفكرين انك انت تفكرين في مدخل اقدر اتخل في مدخل فهد مو انا اللي بتكلم انا قاعد عطيك مشهات النظر والكلام والتعليقات وانا ارد من خلالك ايه من خلالك من خلالك انا ردي على سؤالك من خلالك ان احنا بساطة هذا الشعب وحبه لنا والله يبعدنا حتى عن مسح الجوخ وهم كيف سأوله تعال تعال اخذ مسرحية وعرض والجمهور اللي يحبكم واخذوا راحتكم فهلا مستمتعين والله الحمد اذا عجبك المحتوى المنشور بهذا الفيديو وتحب تكمل معنا لا تتردد في الاشتراك في منصة نيكست من الويب سايت الابل ستوك او جوجل بلاي حمل التطبيق وشارك معنا واستمتع نيكست عالمنا اليديد منكم ولكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة